أغير بلان الكريم. يعني طريقة الحقيقة وسلوك لا ينبأ إلا عن نزعم تعتطرف وعدوانية تجاه حضارة وتجاه قيم وتجاه ديانة توحيدية ربانية تقريب هي الأولى على مستوى الديانة التوحيدية في عدد المؤمنين والمسلمين يعني وفي النهاية يجي سلوك من من الغرب. والأكثر من هذا حاتم وكان بالفعل مستفزا تصريح أمين عام الحلف الناتو يعني الحلف الأطلسي. وقت اللي قال إحراق القرآن ليس مخالف للقانون في الدستور وقال حتى إن كان أفعال موسيقى تستحق الإدانة ليست بضرورة غير قانونية في نظام قانوني سيادي وصف عملية حرق القرآن بحرية التعبير. ليه حرية التعبير هذا هو المؤلم والمؤسف. بالاعتداء على المقبسات أمة كاملة في العالم. 14 قرن ديانة توحيدية عملية إجرامية إنسانية عملية إجرامية وكعلش أحنا اخترنا فلارين البرون قلنا هذا إهانة لمقدسات أمة وليس حرية التعبير يعني الغرب عندما يتعلق الأمر بالآخر يقوله يعتبره حرية التعبير. لو لقدر الله يقع أي اعتداء في شأن عالم تعدولة من الدول أو في شأن مقدسات شعب من الشعوب أو ديانة من الديانات الأخرى. تو يسيموننا كلنا جماعة بالإرهابيين. وهذا يعمق نوع من ردود الفعل الإنفعالية غير العقلانية. لأنه جزء من التطرف اللي نقاوم فيه نحن كعرب وكون مسلمين. وأحنا نقاوم في هذا التطرف. جزء كبير منه كان صناعة في الغرب. جزء منه تصنع لإدارة معارك ضد الاتحاد السوفيتي وغيرها. جزء منه تصنع لإسقاط أنظمة في المنطقة العربية. جزء منه تصنع لتشويه المسلمين والعرب والمهاجرين غير النظاميين في الغرب. ثم وقت اللي يتعلق الأمر بفعل يقوم به أي مواطن من العالم العربي أو الإسلامي متطرف وإرهابي يقوم به. يقول يسيموننا الكل ويسيمون ديانتنا بهذا. وهذا منميش روح الإخاء بين الشعوب وروح التعاون وروح التسامح وروح السلام. لبل ينمي نوع من الأحقاد اللي يتولد عليها ردود فعل غير عقلانية وبالتالي يراه قيمة عني ونحن من الإرهابين. الغرب موجود في إرهابين. كما موجود لدينا نحن بعض المتطرفين هم لديهم بعض المتطرفين ولكن أحنا لا نتجرأ أن للمتطرف نقولوا عنده حرية تعبير أو تفكير. سواء كان يعتدي على الديانة اليهودية أو المسيحية أو غيرها من الديانات حتى في آسيا. لو يعتدي على الديانات البوذية أو الكونفشيوسية أو المنوية أو الأورفية أو أي ديانة من الديانات الأخرى حتى غير التوحيدية ما نقبلوش به نحن كمسلمين وكعرب وغيرنا. ولكن وقت يظهر مسؤول كما في اللوتون وكعلاش كانت ردود الفعل قتلك كبيرة. بما في ذلك رد فعل الدولة التونسية لأدانة مثل هذا السلوك وأدانته معظم الدول العربية. وحتى في السياد التقاء لقي نوع من الإدانة لدى النخب هناك. وحتى في الغرب قتل بوريس يلتسن نفسه في يوم العيد معناها أعبر عن هذا وقال أحنا ما نمشوش في الخيارات هذه ونحترم كل الديانات وغيرها. أعتقد أنه لابد للغرب نفسه على مستوى نخبه يعي أنه الحل في التعايش بين الحضرات وليس في استدام الحضرات كما نظر له بعض مفكري الغرب كساموال هينجتون والفوكياما والغيرم اللي يعتبروا شكرا 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 شكرا